يمكن أن نتكلم عليها في ست نقاط النقطة الأولى أن هذه الوثيقة ليست ورقة مذهبية تنحصر في التعريف بالتصور استراتيجي العام وليست برنامجاً تفصيلياً تنفيذية هي منزلة بين المنزلتين تشكل وسطاً بين التصور المذهبي أو التصور استراتيجي العام وبين البرنامج التفصيلي التنفيذ فجماعة العدل والإحسان كما يعلم الحضور الكرام تنطلق في عملها من مشروع تغييري عام وشامل نصطلح عليه المنهاج النبوي هذا المشروع الذي وضع لبناته ومعالمه الأستاذ الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله فالوثيقة لا تلخص المنهاج النبوي وإنما تنطلق منه وتتأسس عليه للتقدم خطوات أمام فيما يتعلق بالتنزيل والتفصيل ولكن هذا التفصيل لا ينزل إلى مستوى البرنامج التنفيذي لأن لا موقع الجماعة ولا المرحلة يسمحان بذلك هذه النقطة الأولى النقطة الثانية الوثيقة ليست وثيقة تشخيص ووصف للواقع بل إن التشخيص يحتل في الوثيقة حيزاً ضيقاً وما يغلب على الوثيقة هو الاقتراح نعم كان عند إعداد الوثيقة الانطلاق من تشخيص واسع للواقع لكن التعبير عن هذا الواقع في الوثيقة كان باقتضاب وتركيز شديد وتم التطرق فقط إلى الاختلالات الأساسية والجوهرية النقطة الثالثة الاقتراح في هذه الوثيقة حكمته أربعة أمور الأمر الأول كما قلت هو الانطلاق من منطلقاتنا التصورية الأمر الثاني هو تشخيص الواقع والأمر الثالث هو تحري أو الأمر الثالث هو الانفتاع على التجارب الناجحة والأمر الرابع هو تحري قابلية الاقتراح للتطبيق تحري قابلية الاقتراح للتطبيق فما تم اقتراحه ليس من باب الترافي وليس للمزايدة أو التعجيز ولكن هي اقتراحات قابلة للتطبيق متى توفرت الإرادة ومتى تحقق التعاون على ذلك هي اقتراحات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه اقتراحات تساهم بها جماعة العدل والإحسان إلى جانب كل الغيورين والفضلاء من أجل التأسيس لمستقبل أفضل ومغربين يجد فيه كل مغاربة حرديتهم وكرامتهم وحقوقهم النقطة الرابعة دائما فيما يتعلق بطبيعة الوتيقة بلغ عدد الاقتراحات في هذه الوتيقة 777 اقتراح شملت مختلف المجالات وكان يتم التأسيس لهذه الاقتراحات بما أسميناه أحيانا بالتوجهات أو المرتكزات أو المداخل النقطة الخامسة ما تم تقديمه من مداخل ومقترحات في هذه الوتيقة يشكل نسقا متكاملا وغير مفصول بعضه عن بعض النقطة السادسة والأخيرة فيما يتعلق بطبيعة الوتيقة هذه الوتيقة مقترحة لمرحلة زمانية محددة نقدرها بعشر سنوات وكما أن الوتيقة تعبر عن تطور طبيعي في مصاري جماعة العدل والإحسان فهذه الوتيقة بدورها قابلة للتطوير والتجديد وفق نفس المقاربة التشاركية الواسعة التي حكمت هذه الوتيقة هذا فيما يتعلق بطبيعة الوتيقة فيما يتعلق بالمحاور محاور الوتيقة يصعب يعني وتيقة من هذا الحجم 195 صفحة يصعب يعني طرح كل مضامين وكذا ولكن حسبي يعني التركيز على بعض بعض الأمور وقبل أن أتحدث عن المحاور أقدم بعض التوضيحات بخصوص التقسيم التقسيم الذي اعتمدناه في الوتيقة التقسيم الذي اعتمدناه يعني كان تقديم ثم كان المنطلقات والأفق ثم كان المحور السياسي ثم كان المحور الاقتصادي والاجتماعي وفي الأخير كان المحور المجتمعي إذن هي أربع أربع محاور بالإضافة إلى التقديم هنا اذكر بعض الملاحظات يعني في هذا التقسيم يلاحظ البداية بمحور المنطلقات والأفق لأنه كما قلت نحن في جماعة العدل والإحسان لا ننطلق من فراغ ولسنا التقاطيين ولكن ننطلق من مشروع ونعمل في إطار مشروع فكان من تمام الوضوح والمسؤولية التذكير بمنطلقاتنا وأهدافنا على المستوى السياسي وهي هذه المنطلقات وهذه الأهداف هي التي تشكل أساس ما ورد في هذه الوثيقة من الاقتراحات النقطة الثانية يلاحظ أيضا الربط في محور واحد بين الاقتصادي والاجتماعي محور الثاني اسمنا المحور الاقتصادي والاجتماعي وهذه بالنسبة لنا تكتسي أهمية خاصة لأن هناك ترابط وطيد وعلاقة جدلية بين الأمرين النهوض الاقتصادي يحتاج إلى أمن اجتماعي وتنمية اجتماعية وقدرة اجتماعية والنهوض الاقتصادي يحتاج كما قلت إلى أمن اجتماعي وتنمية اجتماعية وقدرة اجتماعية والنهوض الاجتماعي يحتاج إلى اقتصاد قوي الاقتصادي يخدم الاجتماعي والاجتماعي يخدم الاقتصادي الملاحظة التالية دائما بخصوص التقسيم يلاحظ التمييز بين الاجتماعي والمجتمعي بحيث خصصنا المحور الرابع بسمنا المحور المجتمعي ماذا نقصد بالاجتماعي نقصد بالاجتماعي بشكل عام السياسات الاجتماعية وماذا نقصد بالمجتمعي نقصد بالمجتمعي القضايا المجتمعية والفاعلين المجتمعيين وتخصيص محور خاص اسمنا المحور المجتمعي ينسجم مع التصور العام للجماعة الذي يؤكد على أهمية الحضور في المجتمع وأهمية الفعل المجتمعي الملاحظة الأخرى دائما في التقسيم وجب التنبيه إلى أن التمييز بين هذه المحاور هو ليس تمييزا حديا لأن في تحليلنا واقتراحنا حكمتنا مقاربا دماجيا فالحديث عن السياسات في الوثيقة لم يكن من منظور تقليدي الذي يعتبر السياسات تسلسل خطي لمجموعة من العمليات ولكن نظرنا إلى السياسات بمنظور حديث باعتبارها مسار دائري ومجموعة من الصيرورات العامة والفرعية المتداخلة والمتفاعلة فيما بينها مجموعة من الصيرورات العامة المتداخلة والمتداخل ومجموعة من الصيرورات العامة المتداخلة والمتداخل اشتركوا في القناة